طيب بداية أطمينكم على يعني إحنا الفترة رفاتي طبعا أغلب إصابات المنتخب يمكن نادي الأهل فبالتالي يمكن ناس يعني جمهي نادي الأهل عشان طلعين من إن شاء الله بطولة كاسة العرب على السوبر حتى ديها على قلبها خلينا أطمينكم الأول على الشناوي وحمدي برح دكتور محمد أبوعيلة قال إن الاثنين بيعانوا من إجهاد في العضلة الخلفية وإن شاء الله بإذن الله نطمينكم عليهم ويكونوا جاهزين للمشاركة مع منتخب مصر إن شاء الله في مبارات تونس أيمن ممكن يبقى لسه قدامه شوية يعني مطش تونس أعتقد أيمن أشرف هيكون بعيد على المشاركة ومازال بينفذ البرنامج العلاجي بتاعه مبارح بقى كان يمكن في مطش طلع الجيش كان طاهر محمد طاهر أصيب بكادمة وحضراتكم عارفين إنه عمار كمان كان أصيب بنازلة برد بس برضو الحقيقة دكتور أحمد أبوعابلة طمن على الاثنين وبيطمن جمهي نادي الأهلي عمار وطاهر لتنين شاركوا في تاميرنت النهاردة اللي بدأها مستر بيتسو مسلماني بيمكن بمحاضرة استمرت 15 دقيقة الكلام كله في إطار التحضير والاستعداد زي ما قلت لحضراتكم لمبارات السوبر إن شاء الله أمام رجاء البيضاوي اللي اتحلت أزمته واتحلت مشكلته وخلاص اعتراضه على فكرة إنه المبارات تتأجل أو طلبه إنه المبارات تتأجل خلاص ما بقاش موجود وتحلت مشكلة أزمة الطيران هيسافروا على طيارة خاصة وهيقابلوا لأهلي إن شاء الله يوم الأربع مش اللي جاي ده اللي بعده في الدوحة في سوبر أفريقيا فالحمد لله نتطمن على كل عابتنا وأعتقد إن كل اللعيب مبارح حتى اللي كانوا بعد بقالهم فترة ميستر بيتسو مسلماني يستغلم مباراة تلاقي الجيش عشان يديهم فيها فرصة وكله شارك في المباراة وعندنا مطش تاني قدام سموحة إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي مباراة والدية في إطار برضو الاستعداد لبطولة سوبر أفريقيا